ونبقى في القدس المحتلة حيث ينضم إلي من هناك محمد دحلة المحامي والخبير القانوني بعد أتحية سيد محمد لماذا برأيك يعتبر البعض أن العمل منقضي هو الأسوأ بالنسبة للقضية الفلسطينية وإلى أي درجة تعتقد أن القرار الأمريكي بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة واعتبارها عاصمة لكيان الاحتلال كان مؤثرا لجعله فعلا الأسوأ على مر الأعوام السابقة طبعا قرار الولايات المتحدة التي كانت تدعي بأنها الراعي للعملية السلمية ما بين الفلسطينيين والإسرائيليين ونقلها لسفارتها إلى مدينة القدس والاعتراف في القدس على أنها عاصمة لإسرائيل هذا قرار مفصل قرار له تأثير كبير تلته بعض الدول الأخرى وقد تتلوه دول أخرى هذا تغيير كبير في الموقف الدولي تجاه مدينة القدس والتي من المفروض أن تكون من قضايا الحل النهائي وكانت مدينة مدولة حسب قرار التقسيم في عام 1947 من هنا ابتدأ فعلا انهيار كبير في المواقف الدولية وحتى في مواقف بعض الدول العربية التي ابتدأت بتطبيع علاقاتها مع دولة الاحتلال بدون أي مقابل على الصعيد الفلسطيني وبدون أن تكون هناك أي تنازلات من قبل دولة الاحتلال باتجاه الاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة إلى جانب إسرائيل أو أي مفاوضات جدية من أجل حصول الفلسطينيين على حق تقرير المصير وإنشاء دولتهم المستقلة بحدود الرابع من حزيران لعام 1967 وبالتالي بالفعل هذا العام كان عام سيء جدا على مدينة القدس ربما الأسوأ منذ احتلالها عام 1967 من حيث نقل السفارة وبعدها القمع للفلسطينيين واعتقالهم واقتحام مؤسساتهم هذا لم يذكر في تقرير مراسلكم اقتحمت حكومة الاحتلال خلال هذا العام مقر وزارة القدس ومقر محافظة القدس وصادرت ممتلكات هذه المؤسسة بل ذكره سيد محمد وإن رجعت التقرير ستجد أنه تحدث عن اعتقال محافظة القدس أكثر من مرة لكن هذه ليست النقطة التي أريد أن توقف أمامها أنا أريد أن أعود إليك مع بعض عنوين أخرى مهمة في سياق الحديث عن أنه العام الأسوأ فكرة الاستمرار الإسرائيلي في تهويد القدس إلى أي درجة تعتقد أن قضية سرقة أراضي الفلسطينية أيضا تسهم في هذه المعضلة والمشكلة التهويد الأماكن المقدسة يعني بطبيعة الحال موضوع الاستيطان هو موضوع متواصل ولكن هذا العام ازدادت الوتيرة رأينا هذا العام عدا عن المصادرات وعدى عن بناء ألاف الوحدات الاستيطانية الجديدة في مدينة القدس والمصادقة على أعداد كبيرة أخرى في القدس الغربية وطبعا في القدس الشرقية رأينا أيضا المزيد من الاستلاع على عقرات فلسطينية في الأحياء الفلسطينية وخاصة في داخل البلدة القديمة والتي حتى الآن تمكن الفلسطينيون من المحافظة على غالبية فلسطينية داخلها على رغم من مرور 51 عام على احتلال المدينة ولكن شهدنا أن الجمعيات الاستيطانية تنشط وبكثرة وبكافة الوسائل من أجل السيطرة على العقرات فلسطينية وعلى بيوت فلسطينية في مواقع حساسة جدا وهذا بالفعل مما يزيد الطين بالله ويدل أكثر فأكثر على أن هذا العام هو من أسوأ العوام التي مرت على مدينة القدس ليس هذا سؤال لك كمحامي وخبير قانوني لكن كمواطن فلسطيني هل تعتقد أن إرادة الفلسطينيين يمكن أن تضعف أمام هذا الهجوم الشرس أم أن مزال لدى الإنسان والمواطن الفلسطيني بعض من القوة التي تجعله يقاوم إلى أقصى مدى ممكن يعني المواطن الفلسطيني على الرغم من كل ما مر به من نكبة ونكسة وقمع واحتلال واعتقالات وهدم للمنازل إلا أن إرادته ما زالت قوية المواطن الفلسطيني في كافة أماكن التواجد لا زال يحلم بالحلم الفلسطيني حلم الحرية والاستقلال وعلى الرغم من كل ما شهدناه خلال كل سنوات منذ النكبة وحتى اليوم أو حتى ما قبل النكبة وخاصة في السنة الأخيرة نرى أن هناك صمود فلسطيني نرى أن هناك نضال فلسطيني من أجل الحرية والاستقلال رأينا ذلك في الهبة حتى المقدسية فيما يتعلق بمدينة القدس وخاصة المسجد الأقصى المبارك عندما حاولت إسرائيل تغيير الوضع القائم على مداخل المسجد الأقصى المبارك الشعب الفلسطيني شعب حي شعب قوي المواطن الفلسطيني لا زال يؤمن بقضيته ويريد أن يناضل إلى حين الحصول على استقلاله وإلى حين ممارسة حقه بتقرير المصير مثله ومثل باقي شعوب العالم من القدس المحتلة شكرا جزيلا محمد دحلى المحامي والخبير القانون